موسيقى أهلا بكم سأعرض لكم في هذا الفيديو رحلة المدارس العصرية بالتعلم الإلكتروني باستخدام منصة جوجل كلاسروم تطبيقاً لرحلة تمام رؤية القسم الارتقاء بجودة العملية التعلمية من خلال توفير وسائل تعليمية تعتمد على توظيف تقنيات التعلم الإلكتروني بداية الرحلة كانت في العام الدراسي 2017-2018 حيث كان هناك توجه من إدارة المدرسة وفريق تمام بأن يكون هناك مبادرة تطويرية لكل معلم منبثقة من رؤية المدرسة وتحقق رؤية القسم وتراعي خصوصية المادة التعليمية أطلقت تحت شعار المعلم قائد للتغيير الحاجة التطويرية دمج التكنولوجيا بالتعليم أي أننا بحاجة إلى بيئة تعليمية تستقدم التكنولوجيا بطريقة مدروسة ذات دوافع تربوية لتوسيع نطاق استراتيجيات التدريس التي تعمل بدورها على زيادة تفاعل الطلبة وزيادة دافعيتهم وتوفر فرصاً إضافية للتعلم النشط تم التحقق من موجود الحاجة من خلال حلقة بحث إجرائي التصور المثالي طالب مشارك ومتفاعل في التعلم الإلكتروني قادر على مواكبة التطور التكنولوجي في التعليم الإجراءات والأنشطة تم تغيير حسابات البريد الإلكتروني للمدرسة من Outlook إلى جوجل تم عقد ورشات تدريبية للمعلمين لكيفية إدارة المنصة والتعرف على أدواتها مثل إنشاء الصفوف بناء الإختبارات وتعيين الواجبات تم إنشاء ملفات خاصة بالأقسام على الدرايف والشيرد درايف لتحميل الخطط وبناء الخطط المعدلة والمواد الأكاديمية المختلفة تم التحقق من أثر المبادرة التطويرية عن طريق حلقة بحث إجرائي كما كان هناك وقفات تفكرية للوقوف على الصعوبات والمعيقات التي تعرضنا لها خلال الرحلة في عام 2018-2019 تم اتخاب قرار إداري بنشر ومشاركة النتائج مع الآخرين فكان هناك أقسام متطوعة في العام الدراسي 2019-2020 ظهرت حاجة جديدة وهي كورونا لذلك تم اتخاب قرار إداري من إدارة المدرسة بمأسسة المبادرة التجديدية فانتقلت المدرسة بجميع أقسامها إلى التعلم عن بود في العام الدراسي 2020-2021 تم تحقيق مخرجات التعلم عن بود أود تسليط الظوء هنا على مرتكزات تمام فنظراً لتبني المدارس العصرية لمشروع تمام بجميع أقسامها أدى ذلك إلى امتلاك معلمين عصرية معظم معلمين عصرية لكفايات تمام منها القيادة التشاركية للتطوير المستمر فنحن ندرك تماماً بأن التعلم المستمر جانب أساسي للقيادة والقرارات المستندة إلى الحاجة وأيضاً التخطيط المعدل أثناء التنفيذ بناء على المتابعة فالمراقبة المستدامة جزء متأصل من خطتنا كما ندرك أيضاً بأن للتعاون المهني أثر كبير على نجاح خطتنا المشتركة والتعلم بالتجريب من صلب الممارسة وبالحديث عن التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تم استخدامها من أجل زيادة حافزية الطلبة ودافعيتهم أذكر منها كاهوت إديوكاندي لايف ويركشيت وورد وول وقد قام بعض المعلمين ببناء ألعابهم الخاصة باستخدام تطبيق باوربوينت أما بالنسبة لموقع وتطبيق وقلت فليب جريد فقد كم تم استخدامها من أجل بناء محتوى درس إلكتروني كما أصبح لدينا الآن في المدارس العصرية ملفات خاصة بالمعلمين وأخرى خاصة بالطلبة على الدرايف والشيرد درايف تحتوي على المواد الأكاديمية كما تحتوي على أدلة خاصة بالتعلم الإلكتروني في النهاية أشكر لكم طيبة متعبعتكم دومتوم بخير بسم الله الرحمن الرحيم سيكون الحديث عن مبادرة قسم اللغة العربية في المدارس العصرية جاءت الحاجة لهذه المبادرة منبثقة من الشعور بتدني مستوى طلبة المدرسة من الصف الخامس إلى الصف العاش الأساسي وذلك في قراءة النصوص على اختلافها قراءة متفهمة والتعبير عن أفكارهم شفويا بلغة فصيحة والكتابة السليمة موظفين النحو والصرف والإملاء والبلاغة في الفنون الأدبية وأيضا في فهم النصوص المسموعة بشكل عام إذن الحديث هنا عن مهارات الاتصال باللغة العامة وكانت المبادرة معنونا بأتواصل لأتفاعل فالحقيقة بدون تمكين طلباتنا من هذه المهارات يبقى التواصل قاسرا فيما بينهم ولا يعطي النتيجة المرجوة تحقيقها لذا فقد تمثلت رؤية القسم بأن نعمق اعتزاز الطلبة بلغتهم العربية وأيضا من تمكينهم في امتلاك مهارات التواصل في اللغة وتعريف الطلبة بتراثهم العربي وأهميته واعتماد أساليب حديثة ومبتكرة في التعليم كطريقة محكات التفكير والتعليم عبر الصحافة والاستماع وطريقة الاستعاب في القراءة والكتابة الإبداعية الطلقة والمناظرات الأدبية والثقافية كل هذا يدفع الطالب إلى البحث والتخصي الحقائق في سبيل امتلاك المعرفة والحقيقة التي يحتاجها في دعم وجهة نظره وقد مضى العمل قدما على تحديد الغاية التطويرية التي نريد تحقيقها وهي أن يكون الطالب قادرا على امتلاك مهارات التواصل للغة العربية الفصحة من حيث المحادثة والكتابة السليمة والخط الواضح والاستماع وتوظيف ما تعلمه في السياق الثقافي والحياتي من ثم تم تصميم مبادرة من خلال تحديد الأهداف التطورية والإجرائية والإجراءات والأنشطة وتعيين الفئة المستهدفة وذلك في إطار زمني محدود من خلال محطات المتابعة التي توقفنا عندها للتفكر من مثل النظر في الاستراتيجيات المتبعة في تدريس المهارات الاتصال وفق معايير محددة وقد عملنا على تدريب المعلمين على بعض هذه الاستراتيجيات الحديثة التي تتوافق مع المرحلة فيما يخص التعلم عن البود على صعيد القسم وعلى صعيد المدرسة ككل من خلال عقد بعض الورش التدريبية وتبادل الخبرات بين معلمي القسم خاصة ومعلمي المدرسة بعامة وقد واجهتنا بعض الصعوبات أثناء العمل متمثلة بتغير الفئة المستهدفة لأن المبادرة كانت قد أوطيت مدة زمنية على مدى ثلاث سنوات ونحن ما زلنا في السنة الثانية إضافة إلى طريقة التدريس المعمول بها حاليا من التعلم عن البود ويتبع ذلك أيضا جدية الطلبة وهناك أخرى متمثلة في استخدام اللغة العربية فصاحة في المواد الأخرى التي تدرس باللغة العربية مع وجود هذه الصعوبات إلا أننا لم نقف في مكتوفي الأيدي بل حاولنا قدر الاستطاعة التغلب على هذه الصعوبات من خلال العمل على الأهداف الحارجة وخطة التعافي الحديث عن الركائز التي تم استخدامها خلال الرحلة التمامية فقد ارتكزنا على ركزة القرارات المبنية على الحاجات في تحديد حاجتنا وحددنا الغاية التطورية من خلال الركزة الحوار والممارسة التفكرية وكان الاستخصاء ماثلا في تحليلنا للعلامات ومن خلال الملاحظة المباشرة وغير مباشرة وكل هذا كان حاضرا في التوثيق المنظمي للممارسة كما أن الأمر تطلب منا مزيدا من الرعاية المهنية والتعاون المهني بين أفراد القسم لتكون القيادة الشاركية بغية التطوير المستمر وفي مرحلة التعلم البود توقفنا وقفة تفكرية من خلال التعلم بالتجريب من صلب الممارسة وشكرا لحزن استماعكم تطوير التعلم بالتعلم بستغنية المترجم للغاية 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 باستخدام شبكة الإنترنت حيث انبثقت فكرة المبادرة من رؤية قسم العلوم الذي يسعى إلى تنشأ جيل مواكب لتطورات العصر قادر على حل المشكلات واتخاذ القرارات الأمر الذي يؤدي إلى تحسين تعلم الطلبة خلال العمل بالمبادرة قمنا بالاعتماد على محطات رحلة تمام التطويرية بدءاً بالتخطيط الأولي ومروراً بالمحطات جميعها قمنا أولاً بتحديد الحاجة والتأكد من وجودها من خلال اختبار أولي ثم وضعنا تصورنا المثالي وهو أن يتمكن طلاب الصف الرابع وحتى السادس من البحث عن المعرفة عبر شبكة الإنترنت باستخدام الكلمات المفتاحية وإعادة صياغة ما يتم التوصل إليه من معرفة بمفرداتهم بعد ذلك قمنا باتباع إجراءات لتدريب الطلاب على مهارات البحث من خلال بناء قاعدة البيانات الأولية للتأكد من وجود الحاجة تكليف الطلاب بالبحث عن إجابات لأسئلة يتم طرحها أثناء الحصص عمل اختبار بيتي بحثي وإضافة أسئلة بحث على المهمات البيتية وأخيراً تم تدريب الطلاب من خلال خطوات البحث العلمي تم الاعتماد بشكل كبير على ركائز تمام التالية القيادة التشاركية حيث كان الجميع يدلي برأيه أثناء اجتماعات القسم فكانت القرارات تتخذ بناء على أراء جميع أفراد القسم القرارات المبنية على الحاجات حيث تم تعديل المهمات لخدمة المبادرة بالإضافة إلى التوثيق المنظم للممارسة بعد ثلاثة أشهر من التدريب تم عمل اختبار تقييمي لمسنا أثره عند بعض الصفوف حيث أظهرت نتائجه تحسناً في قدرة طلاب الصف الرابع على صياغة المعرفة بمفرداتهم كذلك لمسنا تحسناً في قدرة طلاب الصف الخامس على البحث وبالتأكيد واجهتنا بعض الصعوبات والتحديات أثناء العمل منها الفروقات الفردية بين الطلاب صعوبة التعامل مع بعض الحالات أثناء التعلم عن بعد وأهمها أن حصيلة الطلاب من المفردات والمصطلحات غير كافية في بعض الأحيان للتعبير عن المعرفة وإعادة صياغة الحقائق بالنسبة لخطواتنا المستقبلية سيتم تمديد العمل بالمبادرة لتشمل العام الدراسي القادم زيادة المهمات الصفية التي تعنى بالبحث وتخصيص جزء من الحصص يتم تدريب الطلاب خلالها على كيفية البحث باستخدام الكلمات المفتاحية كانت هذه رحلة تمام لقسم العلوم الأساسي شكراً لحسن استماعكم مبادرة قسم الرياضيات في المدارس العصرية للعام 2020-2021 كانت المبادرة لهذا العام تعنى برفع تحصيل طلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر في المهارات الرياضية خلال العام الحالي رؤية القسم يسعى القسم إلى تطوير التعلم نحو الاقتصاد المعرفي والذي سيقوم على كفية اكتساب المتعلم للمعرفة دون حشو دماغه وذلك من خلال استخدام مسلوب الاستقصاء وحل المشكلات وربط المشكلات الرياضية بمواقف حياتية فيصبح المتعلم ناقداً للمعرفة قادراً على المناقشة واتخاذ القرار متأملاً وله دور فاعل في المجتمع نبعت الحاجة من شعور معلمي المرحلة الأساسية والثانوية وجود ضعف لدى الطلبة في المهارات والتعميمات والمسائل الرياضية المرتبطة على الأخص بمادة الجبر إضافة إلى وجود ضعف في العمليات الحسابية والمسائل الكلامية والمسائل المرتبطة بمهارات التفكير العليا وعليه عقد اختبار تشخيصي لكافة الصفوف ومختلف المراحل وكانت المهارات التي وجد بها ضعف تراوحت بين حل مسائل تطبيقية تعتمد على مهارات التفكير والمسائل الكلامية والقسمة الطويلة وتقدير نواتج القسمة إضافة إلى قوانين الأساس والعمليات الحفابية والتحليل إلى العوامل بناء عليه عقد اجتماع قسم لمناقشة النتائج ووضع الغاية التطويرية وكانت الركزتان اللتان رتكزنا عليهما في هذه المبادرة هما القيادة التشاركية والقرار المستند على الأدلة الغاية التطويرية هي أن يتمكن طلبة المرحلة الأساسية والثانوية من حل مسائل رياضية مرتبطة بمادة الجبر وعمليات الحسابية والمسائل الكلامية إضافة إلى المسائل المرتبطة بمهارات التفكير العليا الإجراءات فيما يتعلق بموضوع التدريس كانت حول توضيح خوارزمية أداء المهارة والتطبيق أما التقييم فقد تراوح بين أوراق العمل والاختبارات القصيرة والواجبات البيتية وقوائم الشطب والملاحظة والتي سنأتي إليها لاحقا التفكر كانت تفكر في ألية التقييم وأيضا في نتائج الاختبار التكويني والذي يعقد بعد مرور شهرين من بدء المبادرة للوقوف على النتائج الأولية وتعديل الإجراءات إن وجد هذا نموذج لقوائم الشطب الذي تم الاتماد عليه ويعتمد على وجود نتاج خاص يتم تجزئته إلى عدة نتاجات وملاحظة أداء الطلبة عليها أما النتائج النهائية أو نتائج الاختبارات البعدي فكانت متوسطة علامات الطلبة البعدي أو أظهرت فروقا بينها وبين متوسطة علامات الطلبة على الاختبارات القبلية مما أشار إلى وجود تحسن لدى الطلبة في المهارات التي وجد فيها ضعف بناءا عليه تم الخروج بالتوصيات التالية وهي أن يتم تدريس المهارات المرتبطة بالجبر ومهارات المسائل اللغضية والمهارات المرتبطة بالمبادرة وفقا لخوارزمية واضحة لتلافي أي مشكلة في تطبيق المهارات إضافة إلى إعداد أوراق عمل تراكمية ومتتابعة في مادة الجبر وفي أوقات مختلفة من العام الدراسي وليس بضرورة أن يكون مرتبطا بالخطة الدراسية للمبحث كانت هذه مبادرة قسم الرياضيات في المدارس العصرية شكرا لحسن استماعكم